السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزيزي المشاهدين متابعين برنامج خطوة أدام كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير بمناسبة عيد الفطر المبارك النهاردة حلقتنا جامدة جدا في البداية طبعا وحشتوني جدا جدا معنا النهاردة بعد الفاصل بعد ما نطلع من الفاصل طبعا معنا مسابق بيت العباكرة لأطفال أكاديمية أطفال المستقبل تحت رعاية رئيس مجلس الإدارة الأستاذة هناء جمال غنيم معنا النهاردة موضوع مهم في بداية الحلقة حابب أتكلم عنه وهو التربية وبالأخص التربية الصحيحة أنت عشان يكون عند حضرتك بيت صحيح وتربية صحيحة لابد من امرأة صالحة نتكلم بقى عن الجنب ده شوية بيقولك ما صالح بيت إلا وفيه امرأة صالحة إحنا اليومين اللي فاتوا بنشوف أطفال كتير بيكونوا الطفل صغير في السن سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة العشر سن والعمر كبير بيبجع بمعنى صح كده في راجل كبير أكبر منه في السن وتلاقي وليه الأمر بابا يعني شايفه فرحان ومبسوط وكده فده طبعا غلط جدا أنت ما تفرحش بسلوك ابنك الوحش شفت ابنك سلوك وحش في مراكز تخاطم في مراكز لتعديل السلوك في أخصائيين متخصصين لتعديل السلوك مش غلط أن أنت تود ابنك يعدل سلوكه عشان يكون سلوكه جميل ما يكونش وحش أنت من صغرك من صغر طفلك كده تقوله أن ده صح وده غلط أقوله أن أنا احترم الكبير تقوله أن أنا احترم الأكبر مني تقوله أن أنا أنفذ أوامر الأكبر مني في الصحة مش في الغلط يسمع كلام بابا يسمع كلام ماما الكلام ده كله عشان يبقى موجود لازم يبقى في بيت صالح ومن العوامل ده كلها وبن هي والأساس الإمرأة الصالحة فالناس كلها تختار ناس صالحة عشان يبقى مجتمع صالح والكون كله صالح كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وعيد سعيدة على حبيبنا كلنا كلهم اللي بيتابعونا في حلقتنا الجميلة النهاردة معايا مسابقة بيت العباكرة هيكون فيها متنافسين ومال جدا أطفال من طلاب الابتدائي وطلاب الحضانة تبع أكاديمية أطفال المستقبل حابب قبل ما أطلع فاصل واستلم أول فقرة أشكر كل حد شريك معايا في الحلقة دي وفي البداية الأستاذ هناء غنيم رئيس مجلس إدارة أكاديمية أطفال المستقبل وحابب أشكر الدكتور باسم أبو العنين على تنبيه الأسنان الجميل ده حابب أشكر صانع السعادة الجميل أستاذ مصطفى بلال حابب أشكر طبعا الأستاذ مصطفى عبدو الأستاذ هاجر محمد فريق الإعداد والباش مهندس صابر صبيح وحابب أشكر طبعا والدي ووالديتي واخواتي كلهم سس سعيد عبد العزيز كل سنة وحضراتكم طيبين هنطلع فاصل وما تروحوش بعيدة هنستقبل أطفالنا ونرجع تاني نبدأ المنافسة الشرسة وبرنامج خطر قدام فاستنونا ورجعنا لكم حبيبنا بعد الفاصل ومعانا منافسة شرسة بين أطفال أكاديمية أطفال المستقبل معانا فريق المستقبل وفريق الأحلام نرحب بمحمد سعيد وأيمن صروت وجانا رجب وعبد الرحمن محمد وردين عماد ومنا علي القائد بتاعهم شكرا جدا المسة المس الأستاذة هبط الله محمد ومعانا فريق الأحلام الجميل أحمد آدم محمد وأحمد يسري وجمان هاني وجستن عماد وبسملة صروت القائد بتاعهم الأستاذة الجميلة روضة المغازي ومعانا بداية شرسة ونبدأ الأسئلة على بركة الله السؤال الأول لفريق المستقبل ما المدة الذي اختبأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار يلا بينا ابدأ انت غار في المدة ثلاثية إجابة صحيحة فريق الأحلام الجميل جاهزين؟ جاهزين السؤال لكم والسؤال هو ما هو أول شيء خلق الله عز وجل؟ أنت جاوبي؟ القلم مش سامع القلم اسمك إيه؟ اسمي بس ما لا صاره عندك كم سنة؟ عندي 11 سنة طيب إجابة صحيحة لفريق الأحلام بعد كده معانا فريق المستقبل والسؤال لكم ما هو أول آية نزلت في القرآن الكريم؟ يبقى ما هي أول آية نزلت في القرآن الكريم؟ الجميلة؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق شطرة جميلة اسمك إيه؟ إدها المايك كده؟ اسمك إيه بقى؟ دي نعمات دي نعمات صمت ولا فترت في رمضان بقى؟ صمت صمت كم يوم؟ في شهر كل شهر كل كل طيب جميل جدا يبقى فريق المستقبل جوابه اتنين وفريق الأحلام لسه معانا واحد والسؤال لكم جاهزين؟ جاهزين جاهزين يعني؟ يلا بينا من هو النبي الذي طلب من ربه أن يراه ولكنه لم يستطيع؟ يلا جاستن موسى قل لي اسمك بقى؟ جاستن عمات عندك كم سنة؟ 8 سنين 8 سنين وأحلى تحية لجاستن الجميل يبقى 2-2 وناخده سؤال لفريق المستقبل من الذي اخترع طريقة برايل؟ للمكفوفين جاوب؟ لويس برايل إجابة صحيحة سؤال لفريق الأحلام كم سنة تفصل بين كل بطلتين متتلتين؟ يلا جاوب 4 سنوات اسمك ايه؟ أحمد يسر إجابة صحيحة يا أحمد السؤال لفريق المستقبل من هي العالمة التي استخدمت الزرة في علاج السرطان؟ طب يلا أنت جاوب؟ اسمي راموس لا خد المايك وجاوب كده عشان اسمك؟ اسمي راموس اسمك ايه؟ عبد الرحمن محمد عندك كم سنة؟ عندي 10 سنة صمت كم يوم في رمضان يا أولي؟ صمت الشهر بحال ومعادة يوم طب ليه فطرت في اليوم ده بقى؟ كنت تعبان وعند قرب المايك منك كنت عشان كنت تعبان وعند السخنية اليوم دي شوي حتصومه بعد رمضان بقى؟ أكيد تمام يبقى كده أربع أسئلة جاوبت هنا وهنا داخلنا على السؤال الرابع لفريق الأحلام كم مرة تأهل منتخب مصر لكاس العالم؟ جاوب تلات مرات اسمك ايه؟ أدم محمد السيد عندك كم سنة أدم؟ عشر عشر سنوات سنة كام؟ رابع جميل جدا سؤال لفريق المستقبل اجهزوا بقى أنا عايز الناس سخنة كده وعايز الناس بقى جميلة ما هي أول دولة عربية تستضيف كأس العالم؟ انت؟ لا مش سامع قطر اسمك ايه بقى؟ جنة ططرت كم منهم جنة؟ ططرتش أكيد عندك كم سنة طاي؟ عشر سنين عندك عشر سنين سنة كام؟ رابع رابع تحية كبيرة لجنة وإجابة صحيحة سؤال رقم خمسة لفريق الأحلام ما اسم والدة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يلا جوبي قولي ليه اسمك الأول؟ جمانة هاني عندك كم سنة؟ عندي عشر تعبتنا جمانة تعبتنا قبل الحلق ما اسم والدة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عامنا بنت واحد شطرة بجد تحية كبيرة جدا للمسيات اللي تعبوا مع الفريقين ميس هبة وميس روضة يعني شغلة جميل جدا تحية كبيرة جدا لأكاديمية أطفال المستقبل ميس هناء وغنيم وتحية الفريق العامل كله هنكمل حلقتنا سؤال رقم ستة ليه فريق المستقبل؟ ما هو أكبر محيط في العالم؟ ها من العارف؟ انت ما جاوبتش صح؟ ولا جاوبت؟ جاوبت؟ من تاني ما جاوبش؟ انت جاوبي يلا محيط الهادي سقفولها بقى الله أكبر جميل عندك كم سنة؟ تسعة تسعة سنين جميلة جدا اسمك إيه بقى؟ منا علي شطورة يا منا السؤال رقم سبعة ليه فريق الأحلام؟ أين يوجد البحر بدون ميان؟ طيب حبيبنا هخلكوا تجاوبوا والله هقول لكم من اللي هيجاوب؟ من اللي هيجاوب؟ أحمد بس استنى استنى حبيبنا اللي يعرف جبتوا السؤال ده يتابعنا لصفحة خطوة لقدام ويبعت لنا سكرين شوت للحلقة أهوت ويكتب لنا إجابة السؤال ده هيكون ليك فرصة أنت تظهر معنا في البرنامج أعمل لكم تاني تاخد سكرين شوت وتبعت لنا إجابة للسؤال ده ليك فرصة أن تظهر معنا الحلقة الجاة إن شاء الله في برنامج خطر قدام وتكون تابع المتسابقين أو تكون جنب هنا لو أنت شخص كبير يلا جاوب على الخريطة يبقى البحر اللي بنجر مية فين على الخريطة جميل جداً اسمك إيه بقى؟ أحمد يوسري قلت لي اسمك قبل كده صحي كده؟ سيه الحلقة دي بقى أحمد ده مزد بط شعر بقى كلام الجميل ده جميل جداً يبقى ستة أسئلة هنا صحيحة وست هنا السؤال لفريق المستقبل والسؤال رقم سبعة من هو أول خليفة في الإسلام؟ جاوب ها ها طب حد يغشي شوفه إدنه؟ يلا نقول له واحد بس أبو بكر السدي سقفوله بقى سقفوله بقى اسمك إيه بقى عشانت موتريسي هاي من سرو إيه بقى إحنا نعرفنا السؤال يبقى ما أنا هو أول خليفة في الإسلام أبو بكر السدي حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين إن المسابقة برضو تنافسية وبرضو منها الطالب يكسب معلومات الطالب من دول داخل بحصيلة ستين سؤال طبعا حصلة كبيرة على كل طالب حافظ ستين سؤال فأنا بالتالي الهدف من المسابقة إن كل طالب يكسب ستين سؤال في معلوماته وأنا أسأله في خمستاشر منهم ما يبقاش عارف أنهي سؤال اللي هو هتسأل منه السؤال رقم سبعة لفريق الأحلام أول لعب عربي يسجل في كأس العالم جاوب عبد الرحمن فوزي عبد الرحمن فوزي إجابة صحيحة سؤال رقم تمانية لفريق المستقبل من هو أول منفسرك القرآن الكريم أنت رافع ولا مش رافع طيب قول أنت صغير كده دين الإفلاق ديني من هو أول منفسرك القرآن الكريم لأ ما تغشي شوش بقى سيبوا بقى من هو أول منفسرك القرآن الكريم رسول تغشيش طوالا هو قالك إجابة صحيحة للفريد ده بس هتاخدوا عليها الدرجة واحدة عشان أنت قلتهاله ناخد هدنة كده جميلة هسألكوا سؤال بقى بعد عن المسابقة وبعد عن الكلام ده كله من اللي حافظ قرآن كريم كل اللي حافظ قرآن كريم الرجل ده حافظ صورة والناس دي كلهم ناس جميلة جدا 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 والناس كلها تحييهم طبعا الناس دي جمال جدا يلا بينا عشان وقتنا عشان ناخدوا بقى أصدقائكم عشان نشوف مين اللي هيكسب معنا الحلقة دي النهاردة تمام جيد يلا بينا والسؤال رقم 8 لفريق الأحلام ما هو الشيء الذي يمكنه أن يكتب ولكن يمكنه أن يقرأ قول يا جاستن أنا شاطر إجابة صحيحة سؤال رقم 9 لفريق المستقبل على ماذا ستحصل عند غليان الماء إيه اللي بيحصل لما الماء تغلى يلا قولي أنت بخار شاطر إجابة صحيحة السؤال اللي بعد كده من هم بنات الأهرامات مين الناس اللي بنات الأهرامات فوت بقى نعرف يلا قولي كده المصريين القدماء اسموهم يبقى القدماء المصريين تقولوهم ما يبقى الفرعنة الفرعنة أيوا كده ولد طلت جدودنا بقى الفرعنة السؤال اللي بعده أين يعيش النحل طب قبل ما نجاوب على السؤال ده السؤال الفريق ده احنا بناخد ايه من النحل بقى إجابة صحيحة عسل الناس دي جميل طب النحل بيعيش فين وانا موافع الإجابة الجميلة دي ده برضو سؤال هتاخدوه درجة كاملة عشان انتوا ناس جميلة بس محدش يجاوب غير فضوره نرفع يديه صحي كده السؤال اللي بعده لماذا تسقط الأشياء على الأرض ليه الحاجة بتقع على الأرض انتوا فاهمون السؤال يعني الموبال ده لو ايه على الأرض ليه جاوب عشان الجاذبية إجابة صحيحة يلا السؤال اللي بعده ما هي أصغر قرة في العالم يلا قرة استراليا إجابة صحيحة السؤال الأخير ليه فريق الأحلام ما هو الطائرة الذي يرمز له بالسلام جاوبين الحمامة إجابة صحيحة آخر السؤال بقى اللي هتطلعني فريق فايز ولا مش فريق فايز يلا بنا الناس دي تجهز السؤال ليكم انتوا الأول 3 في 7 زائد 25 الإجابة كان 3 في 7 محدش تتكلم غالي يرفع يدو هحسب لك وقت 3 في 7 زائد 25 الإجابة كان 10 سوال 6 أربعين إجابة صحيحة للفريق ده سؤال الأخير للفريق ده 5 في 3 زائد 59 5 في 3 زائد 59 أربع سبعين إجابة صحيحة فبالتالي هيكون الفائز معانا فريق الأحلام لحصوله على درجة كاملة بدون خسارة أي نقاط وهرض لك للفريق الجميل فريق المستقبل شكراً آدم وأحمد وجمانة وجاستن وبسملة شكراً مصر أوضة المغازي شكراً لحبيبنا الجمال جداً الأبطال جداً هتكرموا معنا برضو محمد وأيمن وجانا وعبد الرحمن وردينا ومنا شكراً مصر سهبت الله محمد ونطلع فاصل ونستقبل الجولة التانية فاستنونا ورجعت لكم بعد الفاصل مع الجمال جداً بقى البرعم الصغيرة بقى فريق الأمل وفريق القمة أحلى تحية لردينا أسامة وحبيبة علاء ومالك موسى وياسين محمد وخالد المشاكس خالد يسري شكراً لقائد الأستاذة رحاب الفئي وفريق القمة طالبة ريتاج محمود وسامندا حمادة ومي منظور ورهف عادل وأروى عماد وتحية للقائد الأستاذة هناء جمال ونبدأ الأسئلة مع الناس الجميلة جداً بقى جداً جداً ونبدأ بفريق القمة ما الملك الموكل بالوحي نبدأ بالأولى دي ها جبريل اسمك ايه؟ أروة 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 جميلة إجابة صحيحة جبريل عليه السلام سؤال لفريق الأمل ما هي الصورة التي لا يذكر فيها حرف الفاء يلا نبدأ بحبيبة جميلة الفاتح إجابة صحيحة السؤال لفريق القمة ما هي عروس الكرآن الكريم هناخد بالدور بقى قولي لها كده خلات قول خلات قولي الأخيرة السغانطوطة لا اللي جنبها الرحمن الصورة ايه؟ الرحمن عروس الكرآن إجابة صحيحة اسمك ايه؟ ده المايك اسمك رهف عادل رهف كميلة جداً وإجابة صحيحة الرهف وناخد سؤال لفريق الأمل كم عدد محافظات مصر؟ يلا جوبي 27 27 محافظة إجابة صحيحة بفكر حضراتكم أن ليكم فرصة الظهور معايا أي حد يخل سكرين أهوة أي حد يخل سكرين شوت من الحلقة ويبعثوا على صفحة البرنامج وقولوا أنه كان متباني لفرصة الظهور تمام كده؟ يلا نبدأ مع فريق الكمة والسؤال رقم 3 على ما نزل الإنجيل الإنجيل نزل على مين؟ يلا أنت اللي عليك الدور عيسى عليه السلام إجابة صحيحة سيدنا عيسى عليه السلام السؤال رقم 3 لفريق الأمل ما هو أخطر أنواع السمك؟ أغير لكم بقى أخذ الوادي الأخير ده اسمك إيه؟ يسين لا أعله صوتك اسمك إيه؟ يسين عندك كم سنة ولد؟ طي إيه هي أخطر أنواع السمك؟ أكل شراب الله أكبر سأفوله بقى سأفوله الجميل بقى تحية جميلة جدا ليسين السؤال لكم فريق كم ما هو اسم أكبر الكواكب؟ من اللي عليها الدور؟ لا اللي جانبك بالي عليها الدور المشتر المشتر إجابة صحيحة جمال جدا جمال جدا الناس اللي بتتصل علينا رقم طبعا نزل على الشاشة في الناس مش هلقلت التصال يعني عم مطلع من الحلقة إجابة صحيحة فكده الإجابات بالتعادل كم عدد السجدات في الكروني الكريم؟ فريق الأمل يلا بقى هنا اللي جانب ردينا كم عدد السجدات في الكروني الكريم؟ 15 إجابة صحيحة الرجل بيتأكد من سؤاله رجل جميل جدا كم عدد الساعات في اليوم الواحد؟ اليوم في كم ساعة؟ انت جاوبت ولا لسه؟ لسه صح؟ اسمك إيه؟ مي منظور اليوم في كم ساعة؟ 24 24 ساعة 24 ساعة يا جميل صحي كده؟ في أي يوم الرسول تولد؟ يلا خالد المشاكس يوم اللي اتنين ده احنا نتقف له الناس كلها تتقف له خالد الجميل جدا يا رجل ده تعافنا في الطريق تمام ما هو أطول نهر في العالم؟ يلا هنا لجنبك دي اسمك إيه؟ نهر النيل نهر النيل إجابة صحيحة جميلة اسمك إيه؟ رتاج محمول رتاج رتاج الجميلة نهر النيل طيب أديكم سؤال بقى مفاجئ كده؟ أديكم سؤال بس بعد السؤال ده ما الحيوان الأطول؟ أنا أطول حيوان طيب شوفوا حبيبة الجميلة انت قزع كده ليه؟ الزرافة الزرافة جميلة جدا حبيبة اسمك إيه بقى؟ وليلهم بقى اسمك إيه بقى؟ حبيبة علاء الله أكبر الجميلة حبيبة علاء وإجابة صحيحة كده ستة ستة أديكم بقى سؤال كده بقى في الرياضة بقى أشوف مين بقى اللي حيفوز بقى سؤال لكم بقى واحد في واحد زائد ستة يساو كام؟ هاتيش تفكري؟ طيب قولي واحد في واحد زائد ستة يساو كام؟ وانت اللي رفعت يدك وتصرحت واحد في واحد واحد في واحد زائد ستة ها بيساو تمانية متأكدة؟ واحد في واحد زائد ستة بيساوي؟ راح عليك السؤال وللأسف هي بتساوي سبعة وكده يبقى أنت نقصين السؤال لفريق الأمل اتنين في واحد زائد أربعة يساوي كام؟ هم طيب جاوب أنت؟ ست اتنين في واحد زائد أربعة يساوي كام؟ ست تأكده؟ إجابة صحيحة لفريق الأمل وكده فريق الأمل متقدم على فريق الكمة ده حاجة ده السؤال الوحيد اللي هم مش واخدينه ولا متدربين عليه وبالتالي يبقى فريق الأمل متقدم على فريق الكمة ناخد سؤالين أربعة سؤالة كمان معذرة وننتهي في الجولة دي كم عدد الجيوب الأنفية عند الإنسان؟ يلا نبدأ بالجميلة كمان إجابة صحيحة يلا سؤال فريق الأمل ما هي أكبر الكرات مساحة؟ أكبر الكرات مساحة فكر يا ودي خالي طيب يلا لجنب خالي ده كده ناخده ده الأول أكبر الكرات مساحة أس جميل جدا إجابة صحيحة ما هي أول آية نزلت في القرآن الكريم؟ أول آية نزلت يلا قديني الأخيرة دي كده أول آية نزلت في القرآن الكريم أول آية إيه؟ تتغشيشها ها قولي أول آية إيه؟ طب لكم فرصة بس هتاخدوا عليها درجة هتدوكم سؤال تاني يبقى لا السؤال ده غلط هتدوكم سؤال تاني طبيب مصري ملقب بجراح القلوب قولي ما بدي عقل سمعيني كده؟ ما بدي عقل إجابة صحيحة وإنت كده برضه عندكم سؤال إنتم متأخرين فريق القمة متأخر جدا السؤال لفريق الأمل كم قلبي يملك الأخطابوت؟ الأخطابوت عنده كم قلب؟ أخدو خالد بقى خالد رفعد إيه يا خالد رفعدك تاني كده؟ ها انت بقى يا ولد جميل جدا نسقفوله بقى شاطر جدا يلا بينا ماذا يسمى بيت الأرنب؟ يلا أنت الجحر شاطرة جدا بقى لكم سؤال يلا أنتو إيه يا عاصمة فلسطين؟ ناخدو الجميلة كدس كدس كلنا بقى نسقف بقى للكدس وتحية كبيرة من الكدس والفلسطين عاشت دايما في القلب حرة مستقلة إن شاء الله لها يوم وإن شاء الله ربنا هنصركم إن شاء الله تحية للفلسطينيون والكدس وربنا يا رب يحفظكم جميعا إجابة صحيحة آخر سؤال لكم كم كان عمر الرسول عند وفاته؟ يلا أستغانطوتا الجميلة لا اللي جنبها اللي جنبها 63 سنة إجابة صحيحة 63 سنة آخر سؤال لفريق الأمل من ماذا خلق سيدنا آدم من ما خدناهوش مين ما خدناهوش يلا خالد يا جميل يا الطرق جميل جدا وانتهت الجولة بتاعتنا والفائز معانا فريق الأمل الجميل وهارضي لك لفريق الكمة انتو فزتوا طبعا وكل الناس في الكارة ما هتاخد شهايد وليكم جولة تانية ان شاء الله في تكريم الشهايد فاستنونا بعد الفاصل ناخده الفائز من الجولة الأولى والفائز من الجولة التانية فاستنونا وارجعت لكم بعد الفاصل في الجولة النهائية قبل التكريم مع الفريق الفائز من الجولة الثانية فريق الأمل والفريق الفائز من الجولة الأولى فريق الأحلام ونبدأ المنافسة القوية السؤال الأول ما العمرة الرسمية لدورة مصر؟ يلا يا خالد الجنيه طيب واللي أقل من جنيه إيه بقى؟ السؤال ده مش إيه بقى؟ ها اللي أقل من جنيه نص أيوة كده ولد يا جميل جدا يبقى كده دركتين لفريق الأمل سؤال لفريق الأحلام حيوان يمكنه النوم ثلاث سنين متواصلة يلا الحلزون الحلزوني إجابة صحيحة ما المهنة التي عامل بها الرسول في شبابه؟ يلا يا حبيبة يا جميلة تجارة إجابة صحيحة لحبيبة أين أكيم كأس العالم عام 2018؟ يلا ناخد ده الأول أقيمة في روسيا إجابة صحيحة كم عدد أحزاب الكرآن الكريم؟ يلا يا ردينا ستين إجابة صحيحة في أي عام أجريت أول نسخة من كأس العالم؟ يلا 1930 إجابة صحيحة عدد أركان الإسلام كام؟ يلا الرجل ده عدد أركان الإسلام 15 5 عدد أركان الإسلام كام؟ آخر جواب عدد أركان الإسلام 60 ها عدد أركان الإسلام أنت قلت إجابة منهم صح؟ أنهي بقى واحدة 5 إجابة صحيحة تاخد عليها درجة عشان يديتك فرصة وركزوا عشان مقعش حد فيكو لأنه لازم يطلع معنا حد فائز النهاردة من هو المنتخب الفائز بأكبر عدد مرات في كأس العالم؟ يلا أنت البرازيل إجابة صحيحة يلا بينا ما هو عدد ألوان كسقزح؟ يلا خالد 7 إجابة صحيحة يلا كم لعب يتكون فريق كرة السلة؟ يلا رجزتنا جميل 5 إجابة صحيحة السؤال إحنا كده جاوبنا 5 و 5 السؤال لفريق الأمل 6 في 2 زائد 51 6 في 2 زائد 51 أنا عارف أني تقيلة 6 في 2 زائد 51 تأكده؟ يلا 63 63 إجابة صحيحة وأكبر من سنها والله وأعتقد عليها دركتين سؤال لفريق الأحلام 2 في 2 زائد 22 2 في 2 زائد 22 ثواني خلوا جاستنا الجميل يجاوز 26 إجابة صحيحة دي الناس الأبطال الجميلة جدا يلا ما هو الحيوان الذي يسمى مالك الغابة؟ 6 في 2 زائد 51 ما هو الحيوان الذي يسمى مالك الغابة؟ جميل ده؟ أسد الأسد إجابة صحيحة ما هو الغاز الذي يستخدم في إطفاء الحرائق؟ مين ما جاوبش فيكم؟ هلا الأخيرة دي الجميلة سأنيك سيد الكربون إجابة صحيحة طيب هسألك كل واحد سؤال بقى مش متوقع ليكم شهر رمضان بييجي في السنة مرة ولا مرتين طيب نشوف حبيبة شهر رمضان بييجي في السنة مرة ولا مرتين مرة واحدة ها هم يلا ناخد منك الإجابة مرة واحدة مرة واحدة وهتاخدوا عليها نقطة عشان أنتوا غيرتوا السؤال ليكم الكرآن الكريم كم جزء؟ يلا تلاتين تلاتين إجابة صحيحة السؤال لي فريق الأمل كم عدد أضلاع المسلس؟ ناخد الرجل ده سبع أنا بحاول أقف معاك والله يمتلع أنتم لا إجابة خاطئة فريق الأحلام ما هو الذي له شكل دائري ويكون في السماء؟ يلا أحمد الشمس إجابة صحيحة ما النبي الذي ألقيه في النار؟ يلا ردينا إجابة صحيحة أنا نفسه والله الناس يقول لها تفوز ما هو الشيء الذي يمكنه أن يكتب ولكنه لا يمكنه أن يقرأ؟ أنا هسيب لك درجة والله والله لديك درجتي عشان الرجل ده جميل يدينه المايك إيه هو بقى؟ اسمه إيه؟ انت تسأيله اسمه إيه؟ القلم لا شبه يقول بقى اسمه إيه بقى؟ القلم القلم انت اسمك إيه بقى؟ ياسيك كده الفريق عشان الرجل ده جميل والله ولحق فريق وتكلم حاجة تلقائية جدا يلا بينا ما هو الحيوان الذي يعرف بأنه صديق الإنسان؟ جاستين كلب الكلب طب مين اللي يعرف صديق الفلاحة؟ طب قولي حمار لا أبو جردان إجابة صحيحة يلا آخر سؤال هنا وآخر سؤال هنا وآخر سؤال هنا يلا بينا ما هو أقرب نجوم ما هو أقرب نجوم إلى كوكب الأرض يلا ردينا الشمس إجابة صحيحة ما هو الزهب الأسود يلا لابس أحمر دي البترو إجابة صحيحة وبكده يبقى فريق الأحلام لسه مقناش مين اللي فائز 2, 4, 6, 8 أدي 10 أدي 12 ويه فريق الأمل 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 أدى 14, 15, 16, 17, 18, 19 هتستغربوا هتستغربوا صح كده هدد لكل فريق سؤال وبالتالي أحدد مين اللي هكون فائز لأنه هم الناس دولة أصغر منكم جدا تمام؟ وانتوا أقوى منهم صح كده؟ يلا فينا الطائر الذي كلمه سيدنا سليمان عليه السلام من هو؟ قلت محدش تتكلم فدورة يلا يا جاستن هد هد الهد هد يلا مما تصنع الملابس يلا يا حبيبة لا تكلمش في دورك كماش الكماش إجابة صحيحة وبالتالي عشان أنا يعني ما يبقاش فيه ظلم اللي هيكون فائز معايا قبل ما أخد التكريم الفريقين الجمالي انتوا اللي تنفوزتوا معايا عشان الناس دولة أطفال صغنانين جدا يلا يا لات الكاميرا تجيلي عرب وادش الصغنطوت الجميل ده فريق الأمل وفريق الأحلام كسبوا كل الناس اللي شاركت معايا النهاردة كسبت استنونا حضراتكم في التكريم بعد الفاصل ما تروحوش بعيد نشجع كل الأطفال كل طفل من دول داخل بحصيلة لغوية ستين سؤال اتسأل في عدد عشواء منهم والله كان فيها أسئلة اللي هي الرياضة وحاجدوا كلها مكانش يفكهوا عنها شيء فاستنونا بعد الفاصل وتكريم الأطفال الفائزين ورجعت لحضراتكم تاني بعد الفاصل وختام الكارنفال الجميل بتاعنا مسابة بيهة العباكرة شكرا جدا لأي حد شريكي في الحلقة الجميلة جدا شكرا أكاديمية أطفال المستقبل الجمال جدا للمشاركيننا شكرا أستاذة هناء غنيم شكرا لكل المشاركين المشاركين معنا الجنود المجهولة بمعنى صح وهنا لحظة التكريم وبالتالي هنعلن عن الفائز وهو فريق الأحلام صحي كده بس كل طالع معنا النهاردة فائز ونبدأ بالتكريمات ويلا بينا باشا نبدأ والطالبة الأولى أروع عماد سليمان تيجي أروع يلا أروع عماد سأفولها بقى يلا بسرعة بسرعة يلا يلا مكانك ياسين سأفوله اللي يجي تسأفوله بقى ياسين المشاغب الجميل خالد يسري إبراهيم خالد المشاغب يلا أرجع تاني يا ياسين مكانك خالد ومامته بقى بتكرمه بقى وكده يلا أمسك الماء ده معك مي منذور عبد الرحمن سأفو كتير جدا لمي الجميلة المتأثرة الجميلة جدا الشطرة جدا جاستن عماد عماد سامي يلا يا جاستن جميل جدا جاستن وكل سنة وانت طيب يا جاستن بسملة صروة عبد الجليل يلا بسملة سأفة بقى عني يا بقى يا شباب بقى كده إيه يا جميلة جدا عبد الرحمن محمد عبد الرحمن جميل يا عبد الرحمن عبد الرحمن متأثر جدا يلا بصري الكاميرا خط هنا جمانة هاني محمد سأفة جبيرة جدا لجمانة فائز فريق الفائزين طبعا يعني لازم يبقى فيه فريق فائز طبعا أيمن صروت أبو الفتوح أيمن الجميل جدا على أيمن يا جميل منا علي عوض منا الجميلة جدا منا زعلانة وطبعا لازم تزعل عشان ما عرفتش تحقق اللي هي عزة بس انت ماجحة وجميلة جدا روضة عبدالهادي عبدالعزيز المسك لا لا خلا دلوقتي خلق فان تمام 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 ريتاج محمود علي سأفة عالية جدا لريتاج الجميلة سغانطوطة جدا رهف عادل عبدالعزيز سأفة جدا يلا رهف يا سغانطوطة جدا ردينة أسامة عبداللطيف يلا ردينة يا جميلة يلا ردينة بص الكاميرا هنا سمندا حمدي عبدالله بص الكاميرا هنا حبيبة علاء عبداللطيف سغانطوطة جميلة جدا أهد طفلك أحسن واحد ده وسوط عالي جدا مالك موسى محمد يلا يا مالك اللي عايت مالك عايت جدا لأ لكلين حيوه بقى معلش بقى كده سواني بقى سواني بقى سواني بص هنا بص الكاميرا بص بص هنا جميل جدا ردينة أمات سليمان كي ردينة جميلة سأفة جماعة بقى لأ الناس الناس هنا زعلانه بقى وكده بقى آدم محمد السيد يلا يا جميل يلا يا آدم جميل سأفة جبيرة بقى عشان كان حد مكتهد جدا أحمد يوسر رهيل أحمد لما عارف ان فريقه ممكن يخسر زعل جدا جميل يا أحمد والله جدا وأنا بحب الطلبة المكتهدة جدا محمد سعيد عبد الشافي يلا يا بحميل سأفة جبيرة جدا لمحمد الجميل سأفة جميلتك كده جانا راجب أبو الفتوح سأفة جميلة جدا لجانا طبعا كده كل الأطفال تكون اتكرمت وكل الأطفال تكون فإذا معايا جه وقت التكريم جدا للناس الجميلة جدا شركاء نجحة هذه الحلقة وأكاديمية أطفال المستقبل الأستاذة هناء جمال عبد الحميد شكرا لحضرتك جدا والأستاذة رحاب محمد أحمد شكرا لحضرتك جدا والأستاذة هيبة الله محمد أحمد شكرا لحضرتك والأستاذة روضة عبدالهادي عبدالعزيز المغازي شكرا جدا والجند المجهول الأستاذ هاجر محمد أحمد فريل إعداد شكرا جدا شكرا جدا الأستاذ مصطفى عبدو شكرا لكم كلكم كل سنة وحدكم طيبين واستندونا في حلقات جاية ويلا بنا بقى نعمل باي بقى للكاميرا بصوا هنا يلا باي بقى اشتركوا في القناة